أفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 6 مارس 2022 والساعة العاشرة أو 23 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لكم مباشر عبر اليوتيوب أزل في لون إخواني 6 مارس هو اليوم 11 للحرب الروسية على أوكرانيا مما يضيف من قتل تضاعف هذا اليوم وهذه الأيام الأخيرة قتل للعسكريين متبادل بين الروس والأوكران وقتل للمدنيين أيضا وتدمير هائل للبنية التحتية العسكرية والمدنية في أوكرانيا وتطورات أخرى سيكون حديثي فيها إليكم بعد أن نتحدث على شأننا الداخلي وشأننا الداخلي يتميز بمزيد من الاعتقالات والمحاكمات والتخويفات والتهديدات وحديث فيه كثير من المغالطات على أنهم يريدون إصلاح الأوضاع فتقريبا وبرغم الإشكالات التي لديهم في محاكمات عن بعد وبرغم ما فرضته الكورونا سابقا من محاكمات عن بعد ومع ذلك لا يتوقفون عن محاكمات الأحرار وعن مزيد من الاعتقالات والذين الآن أصبحوا لا الذين يهددونهم أكثر من الذين يعتقلونهم يذهبون إلى بيوت الناس يرسلون إلى الأباء إلى الأمهات تهديدات من أن أبناؤكم سيسجنون إلى الزوجات والأبناء من أن أباؤكم أو أزواجكم سيسجنون أو يطردون أو أنكم ستدفعون الثمن وضغوطات شديدة على الأسر في كل مكان ومحاولة لضرب الأسر بين حراكي وغير حراكي وبين من يضغط على ابنه ومن يضغط على والده ومن يضغط على خوه إلى آخره قليلا نشوف بعض هذه الأقل واضح أو الجزء البسيط الواضح من المحاكمات ثم نمر ونتحدث عن أشياء أخرى خاصة طريقة الضغط لرهم مشهين بها ويعتقدوا أنها ستمضي أو ستأتي بنتائش لا يفهمون أن الشعب الجزائري تغير منذ 22 فبرايل 2019 أظهر من أنه يعي جيدا ما يريد وما يريد الشعب الجزائري هو دولة العدل والحق والقانون دولة لشعبها وليس لكمشة من الجنرالات والوزراء والسفراء وكبار القضاة وكبار الولاة وكبار ناهبي المال العام دولة لأكثر من 47 مليون بلغنا 47 مليون في جونفي اللي فات 47 مليون جزائري منهم 40 أو يزيد قليلا يعيشون في الداخل وما يقرب أو ما يزيد عن 6 ملايين في الخارج وأيضا فيه بطش بالناس في الخارج واعتقالات لمن يدخل للبلاد زادوا اعتقلوا شخص آخر أيضا وصل للبلاد أمس أو أول أمس شعب الجزائري يريد للجزائر أن تنهض تستقل تتقوى أن تكون لنا دولة وليس شبه دولة باعترافهم هم أن نكون مستقلين وليس تحت الاستعمار كما اعترف كبيرهم من قبل هم أن تحكم الجزائر بدولة بشعب يختار المدنيين وليس بعصابات كما اعترفوا هم من قبل أيام القيد صالح بدل من أن يستمعوا للشعب يقمعون الشعب ويقمعون أحراره وحرائره ورجاله ونساءه والشعب الجزائري كله يدفع الثمن أنت هذه السياسات الإجرامية أنت على المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية ما يسمى بمحكمة بيرونالد رايس سميها مظلمة بيرونالد رايس النيابة هناك التمسوا ثلاث سنوات في حق عصام سعيدي ومئة ألف غرامة وقالوا أن المداولة يوم عشرين مارس هذا هو عصام سعيدي وما يسمى بمجلس قضاء العاصمة أيضاً برمجة جلسة مرافعة أمام غرفة الاتهام لدى المجلس في حق شافيق مجاهد وقد برمجة هذه المرافعة يوم 9 مارس بعد استناف ما يسمى بالنيابة قرار قاضي التحقيق محكمة سيد محمد بانتفاء وجهة دعوة الجزئي يسقاط الجنايات وحالة الملف أمام قسم الجنح يعني مرمشوا تفاهمين كينتلفون يقولون لهم نحوهم الجنايات خلوا غير في الجنح جاء تلفون من بعد لما يسمى بالنياب العام بيقولوا لا أرجعوه من الجنح إلى الجنايات نحن نعرف أنهم منقسمين ونعرف أن المخابرات الإرهابية منقسمة ونعرف أن أوامر تذهب إلى القضاة متعارضة ونعرف أن الجنرال يقول كذا وآخر يقول كذا طبعا عن طريق ضباط صغار اللي يتصلوا بالقضاء نحن نعرف ولذلك هذا الفوضى اللي عندهم هذا الفوضى اللي عندهم خاطر شي ما زالت سيراء الأجنحة هو لدير رجله في البلاد وهذه قضية أخونا شفيق مجاهد واضحة بحيث جاء أمر لقاضي بأن يتم تحويل من جنايات إلى جناح ثم يجي أمر للنيابة العامة بأن يرفضوا هذا الخرار ويطعن فيه باش تبقى يبقى مجاهد في طبعا مش مجازر اللي معهم هذا مجاهد يشترك معه في الاسم هذا واحد من الأحرار باش يبقى في الجنايات أما ما يسمى مجلس قضاء أبو مرداس فقد تم تأييد الحكم في قضية سهيب شاوشي يسين بن موهوب سعيد شريفي ذحماني حمزة وعيسى السعيد ومزري حسان خمسة أشهر نافذة بالنسبة لسهيب شاوشي وعيسى السعيد وثلاثة أشهر غير نافذة بالنسبة للآخرين مستغانم تم تبليغ حنان بشكات بأنها مطالبة أو باستدعاء مما يسمى بالأمن القمع الولائي وبعدم مغادرة التراب رفقت كل من دليلة وات وطيفور أسامة مع صحب جوى الصفرح مجلس قضاء سعيدة تأييد حكم عبس حبس عام نافذ دون إداة في حق حاكم أمير ورفع الغرامة إلى 200 ألف دينار وفي قسنطينا مرة أخرى يستمعون لعبد الكريم زغليش واستمعوا له اليوم في حضور الثاني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة زيادية وفي بومرداس سيمثل إيدير أسكلو وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل اليوم الأحد 6 مارس أمام قسم الجنح بمحكمة برج مناي والمتابع بتهمة إيهانة هيئة نظامية ها هو إيدير أسكلو لم يكفوهم أنه مقعد كي ما ركن تشوفوا فيه وأنه من أخواننا المتصابين في أجسادهم أصحاب الاحتياجات الخاصة مع ذلك يطاردون حتى أصحاب الاحتياجات الخاصة ويسجنونهم وقد سجنوا بعض أخواننا فيما سبق من الاحتياجات الخاصة بل أن هناك من دخل اللبس عليه بصحته أصبح من الاحتياجات الخاصة في سجونهم مما فقد البصر أو كاد أن يفقده مما فقد والآن بعض أخواننا حتى فيه ثقوطات نفسية شديدة عليهم ومحاولة لخلق أمراض نفسية وأمراض عصبية ونتيجة للضغوطات الشديدة التي تمارس عليهم داخل سجون العصابة وأحيانا أيضا الضرب والتعضي والسب والشتم والرمي في الزنزانات الخاصة إلى آخرها استعمار هذه دولة الاستعمار كما قال شعب وفي ما يسمى بمحكمة سيد محمد إيداع نبيل أبو بكر حبس المؤقت والتهمة جنايات أو الشاب نبيل محمد نبيل أبو بكر عفوا وبطريقة الحال فإن آل عصابة أيضا تنتقم وبشدة من محمد عبد الله ومحمد عبد الله اليوم طالب له ما يسمى بالنائب العام أو وكيل جمهورية في بير موراد رايس في مظلمة بير موراد رايس بعشر سنوات وخمسمائة ألف دينار هذا التماس مما يسمى وكيل جمهورية هل هذا فقط بالنسبة لمحمد عبد الله؟ لا غدا أيضا سيحاكم بمحكمة عسكرية بالبوليدة والحكم هو معارضة الحكم الغيابي عشرين سنة هناك أكثر من ثلاثة عشر قضية لفقت لمحمد عبد الله بذلك البطل الذي رفض بذلك العسكري الجدارمي الذي رفض أن يكون جزءا من الفساد الذي رفض أن يسكت عن الفساد كان يكفيه أن يسكت كان لديه زملاء يقول له طفي الضو أنت ما كش مشارك في الفساد طفي الضو قال لي يا أستاذ ما قدرناش نطفي الضو ما قدرش يطفي الضو قال لك نشوف الاقتصاد انت على البلاد يتهاوى نشوف التهريب نشوف مسؤولين كبار مشاركين مع المهربين الكبار في تبسة وهو كان يشتغل هناك في تبسة وكان الطائرة على الهليكوبتر تطير في داخل الجزائر وعلى الحدود مع تونس ويشاهدون بأم عينهم هو اللي كان يصور هو الكاميرامان هذه المهنة انتعو كان يصور ما يجري من تهريب لم يستطع أن يتحمل وهو الشاب اللي في بداية الثلاثين من العمر يومها حتى كان قبل الثلاثين في الحقيقة عندما غادر كان عمره ثلاثين سنة لما غادر ولجأ إلى إسبانيا وطلب اللجوء وليس كما يزعم البعض ممن يريدون دائما نشر الأكاذيب ويختلقون الأكاذيب وينشرون التفهات والسفهات من أجل غراق الناس في الكذب وبعضهم يحسب على الحرك محمد عبد الله مرة أخرى وأكد عليها عندما وصل إلى إسبانيا بتأشير هو وزوجته ابنه طلب اللجوء السياسي مباشرة بعد ذلك وتحصل على وثائق تثبت بأنه طالب للجوء السياسي مباشرة بعد ذلك واستمعوا له أكثر من مرة في منظوع طلب اللجوء ثم أخروا القضية لم يكن محمد عبد الله يوما ما حراك في إسبانيا وحتى لو افترضنا أنه كان حراك فمن حقه هرب من الفساد والمفسدين وخرج ليقول أنه لا يقبل أن تنهب أقوات الشعب الجزائري وأموال الشعب الجزائري أن ينهب المواد المدعمة وأن تهرب إلى دول أخرى وأن تدخل من الدول الأخرى سلع بما فيها الأسلحة والمخدرات رفض محمد عبد الله هذا الوضع بعض الزملاء هناك كما قلت كانوا يقولوا طفي الضو رح جيبها في روحك لكن محمد عبد الله رفض وقال أنا عارف أني سأدفع الثمن فليكن أصلاً لما تغادر الوطن أي واحد مننا يغادر الوطن وهو يعرف أنه قد لا يعود إليه فهذا الثمن غالي وغالي جداً لكن إذا غادرنا هذا الوطن ولم نعد نسكن فيه فإن هذا الوطن يسكن فينا وقد كان يسكن في محمد عبد الله ولم يترك يوماً محمد عبد الله يوماً إلا وفضح فيه المفسدين لم يكن ضد الجزائر ولا ضد الجيش الجزائري ولا ضد الضرق ولا ضد مؤسسات ما يسمى مؤسسات الدولة كان ضد المفسدين داخل هذه المؤسسات وعلى رأسها الجيش التي سيطرت عليه مافيا عسكرية ولديها عصى تسمى المخابرات الإرهابية إذن التماس في قضية واحدة عشر سنوات وغداً حكم أصلاً كان أصدر عليه بعشرين سنة وهناك مزال أحد عشر قضية أخرى إضافة إلى هذه القضيتين الحمد عبد الله ليس وحيداً وليس أولاً وليس أخيراً هناك من الجزائريين سيمر على هذا الوضع أو مر على هذا الوضع الآلاف بل عشرات الآلاف عبر السنين التي مضت ثابتون الصادقون الحقيقيون هو الذي سيذكرهم التاريخ وما عند الله خير المتلاعبين والخبثاء وهؤلاء يفضحون ويكشفون مع الأيام أسمعوا لهذا ما يسمى بولي وهران كل عدة تصويرهم وأمورهم ما تمشيش الصوت ما مشاش ولي وهران عمو عن هذا يقول من أن المجلس السابق لبلدية وهران ترك لنا قنابل موقوتة وعمال البلدية لم ينالوا الأموال الخاصة بمستحقاتهم لو مش برك بلدية وهران أنا هي أغلب البلدية نهبت سؤال لمطروح عندما كانت الآن هذا واليه متاع وهران هو يقول بالليل والي رئيس البلدية السابق بلدية وهران هي الثاني أهم بلدية في البلاد وهران هي الثاني أهم مدينة في البلاد وين كانت المخابرات الإرهابية باش تأس هذا رئيس البلدية وين كانت المخابرات تعدد المخابرات تعدد المخابرات تعدد عسكر وين كانت أجهزة مخابراتية معمر البلاد يشروع في السيارات ويشروع في العقارات ويشروع في السلاح ويشروع في الصوفتوير ويشروع في الذمام ويشروع في الذباب ويشروع باش يلاحقوا اللي يطالبوا بجزائر بدولة القانون دولة مدنية بينما اللصوص الكبار ما يسمى برجال الأعمال وزاراء جنرالات الآن ها عنا عشرات جنرالات متهمين بالفساد أكثر من 35 جنرال كبار جنرالات مئات الضباط وقاداء رواد كائن طبعا كائن المظلومين بطبيعة الحال لكن هم متهمين بالفسادة قل شيء ومرات بالخيانة عشرات الوزراء بما فيهم اثنين من رؤساء الوزراء ويحيى اربع مرات رئيس حكومة وعدل الحكومة عشر مرات تعدلته هو رئيس حكومة وظل في الحكم من بداية التسعينات إلى سقوط بوتفليقة سلال نفس الشيء هم هم دانون في السجون الآن أين كنتم يا مخابرات الإرهابية أين كنتم حينما كان هؤلاء يسرقون يسرقون بلا حدود إلى درجة أنه يحيى أين هو عبد الغاني الهامل الذي كان 240 ألف أو 250 ألف شرطي يركع أمامه يرتعش أمامه يتمنى أن ينظر فيه نظرة واحدة أين هو في السجن متهمين بفساد عارم هو أسرته كاملة كنتوا تعسوا عليه وتقدموا له التحية ولكن هاكم تحقروا في البسطاء في الجزائريين الحقيقيين اللي يريدون نهضة البلاد وأن يتوقف الفساد ما زلتوا مستمرين يجي الوالي قلنا رئيس بلدية وهران وهو مئات رؤساء البلدية لنهبه مئات عناصر المجالس البلدية والولائية لنهبه عشرات الولادة لدخلوا السجون أو على البواب أن يدخلوا ورؤساء الضوائر عشرات الوزراء عشرات القضاة لا حدود له باعترافكم أنتم من كان على خطأ هذه كلها بعد 2019 مش كنتوا تخرجوا وتقولوا علينا خاونا وأننا نريد الشر بالبلاد وأننا تحركنا مخابرات خارجية من أثبت التاريخ أنه كان على حقه وكنتم على باطل من؟ أنتم أثبتوه نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون وما زال يجيوا أخرين وحدة أخرين غيركم ويخرجوكم أنتم لصوص ويسجنوكم لكن نتمنى أن يصل الشعب هو الأول باش ما يتستمرش هذه العبث بين أجنحة متسارعة دخل في بعضها للسجون وكلهم نصوص واحد كما المجرم مش فقط لص مجرم والآن متهم رسميا في العالم بأنه متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كان يركعون له يرتعدون منه خالد نزار كان رب العسكر ورب البلاد ورب الدولة واستولى على كل شيء ثم لما جاء القيد صالح وانتشرها وضغط الحرك الشعبي اضطر أن يسجن توفيق اللي كان هو يقول رب تزير أيضا ويسجن ترطاق ويسجن سعيد ويهرب نزار كان سدر الحكم ضده بعشرين سنة غرب عند اسبانيا أين يهرب كبار العصابات وأين كان موجود بعض كبار الضباط اللي رهم الآن وصلوا أصبحوا هم اللي حكموا البلاد عاودوا ورجعوا من كبار المجرمين تحت سعينات كانوا كلهم هربين في اسبانيا خاصة في أليكونت وما جاء ورها أليكونت أو برسلونة وما جاء ورها ثم يعود نزار بطائرة رئاسية وبباسبورت ديبلوماسي وبموسيقى عسكرية وبالتحية فهمونا كان مات القايد صالح أو قول كان قتلوا القايد صالح هاي القضية البلاد تحكموا عصابات أجنحة اللي يطيق على أخوه يسجنوا أو يقتلوا أو يهربوا أو يشردوا وإذا الأخو انقلب يعود يدير العكس هاهم جمعة القايد صالح يا إما في السجون يا إما هاربين يا إما في القبور يا إما خايفين ورجعوا جمعة توفيق ورجعوا جمعة نزار وكنا حذرنا على القايد صالح وقلنا له أنهم سيعبثون بكم عبث وأن المخرج الوحيد هو أن تتعاون مع الشعب الشعب خرج انتفض بالملايين دولة مدنية مش عسكرية لو استمع القايد صالح اللي راح في القبور الآن وانسيبه اللي راح في القبور الآن أيضا جنرال صواب اللي سلمتوا لهم فرنسا وبوعز وسيني اللي كان هو ثاني أخطر جنرال بعد القايد صالح اللي راحهم الآن ديرينه جندي وقائمة طويلة اللي راحهم في السجون ومروا على التعذيب وبعضهم فيت سبعين سنة تعذبا عذام النقرة لو استمعوا الشعب ألم يكن لهم خير لو طبقوا المادة السابعة والثامنة ألم يكن خير لو قامت دولة مدنية باش تسلك هذه العالجة الجنرالات من هاوش انتاحهم أكثر من أسوأ من مراهقين بل أبشح مش خير وهنا نقول لهذا اللي راحهم اليوم سواء شنغريحة أو بن علي بن علي أو الراجعين انتا الدموي انتا التسعينات أو تبوت ما صيركم كله سيكون بائس إذا لم تستمعوا الشعب وحديثكم واتصالاتكم مع البعض بما فيها أنا وصلت الانتصال على أن وتحدث إلي شخص طبعا بما أن الحديث كان خاص لن أذكر اسمه حديثكم باطل لا يقبل به أي عاقل نحن ليس لدينا قضايا خاصة حلوهانا نحن لا نحتاج جوازات صفر سواء اللي عنده الجواز منا أو اللي ما عندوش نحن لا نحتاج مناصب نحن لا نحتاج مال سواء اللي عنده عنده ما يكفيه أو اللي ما عندوش نحن نحتاج استقلال الجزائر وحرية الشعب الجزائري المعركة اللي بيننا وبينكم هي البلاد وليست قضايا خاصة لن تجدوا شريفا واحدا يحمل أو شريفا واحدا يحمل ويعرف معنى الشرف ومعنى الكرامة يقبل اتصالاتكم لأننا نعرف أنها سراب أنها أوهم الحل واضح الحل تبدو فيما صار دولة مدنية الحل تبدو بالفعل في القول من ستين سنة من حكم العسكر خلاص بعد خمس شهور تجي خمسة جويلية 2022 ستين عام على ما يسمى بالاستقلال ستين عام الحل هو أن تقتنعوا قناعة راسخة بأن المخرج لكم والشعب الجزائري ولقيام دولة حقيقية هو أنكم تنحوا نظرية أن الجزائر غنيمة بيتان دو غير كما راكم تتصرفوا تنحوا نظرية أنكم أنتم فوق الجزائريين تتكلم هنا على الجنيراليات تنحوا نظرية أنكم أنتم تعرفوا مصلحة الوطن الخير من الشعب الشعوب هي التي تعرف مصلحة الأوطان والشعوب لا تظل الشعوب في عمومها لا تظل قد يظل 5% من الشعب 10% 15% 20% لكن الشعب بشكل عام لا يظل ولا يخون وطنه الشعوب هي التي تعرف على الأوطان في النهاية من حرر الجزائر؟ جزء من الشعب الجزائري اللي كان مستعمر هو اللي حررها من؟ جاءوا ناس من عالم آخر جزائريين كانوا تحت الاستعمار شعب الجزائري هو اللي حررها والشعب الجزائري هو اللي يبني بلاده والشعب الجزائري هو اللي يدافع عليها روح قل غدوة قوة خارجية تدخل لو يكون الشعب يدافع لكن شفناها في أماكن أخرى وإن كانوا الطغات دخل الدول الخارجية الشعب شاف روحوا معا معندوش علاقة بالموضوع بيناتكم بينكم وبين النظام القائم إذا رغبتم في حل حقيقي التلاعب هذا واروح نعطوك باسبور واشي يخصك هذا ما يمشيش مع الأحرار قد يقبل واحد هنا واحدة لهيه واحد ربما جاوز الستين وحب يدخل للبلاد واحد ربما عياه وطال عليه الأمد واحد ربما طمعه باسبور ومعندوش باسبور ممكن هذه استثناءات فقط القوة الحقيقية رجالا ونساء لن يقبلوا ما تساوموناش نحن لسنا هنا للمساومة نحن لا نساومكم نحن لا نطالب شيء خاص يكلمني قتلوا قتلوا ما نحتاج لا باسبور لا قال لي لكن لي هتدخل للبلاد وتشوف الوالد والوالدة وهل هناك شيء أغلى من الوالد والوالدة نعم المبادئ أغلى من الوالد والوالدة القيم التي نؤمن بها أغلى من الوالد والوالدة لأن الوالد والوالدة أنفسهم لن يسمحوا لي أن أفرد في مبادئ وقيمي من أجل أن نشوفهم إذا ما نشتون شو الدنيا نشوفهم في الآخرة بإذن الله ونحن نؤمن بذلك نحن نؤمن بعمق بذلك وهذا المثال لي والإخواني اللي فقدوا أمهاتهم أو آبائهم أو ما زالوا أمهاتهم وأبائهم وقد لا يرونهم أبدا مبادئنا وقيمنا لن نتنازل عنها تحت أي ظرف كان تحت أي إغراء أي ترهيب والله ندخل للقبور تدخل معنا مبادئنا وقيامنا ولن نتراجع أبدا نحن لا نطلب منكم شيء نحن لا نريد قطع رؤوسكم نحن لا نريد وضعكم في السجون نحن بالعكس نريد أن لا تسقط قطرة دم ونريد فقط أن الجنرالات يعودون إلى الثكنات والكبار يروحوا روتريت والجزائر تكون دولة مدنية والشعب يقرر مصيره هو اللي يختار اليوم يختار هذا يختار زيد يختار عمر بعدين يختار سعيد بعدين يختار عمر بعدين يختار عبدالقادر أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو ما نشعارف سارة أو يختار شعب هو اللي يختار ما كنش أوصياء عليها ما زال عندكم الفكر الواصي لكن أثبتتم أنكم خونا بعض الجنرالات خونا وأنتم لا تحكموا فيهم خونا عارفين هذا الشعب مهما سجنتم مهما قمعتم مهما اشتريتهم كين ذي ما تشتروها موجودة في كل المجتمعات وفي كل الشعوب كين مرتزقة جزائريين تشيروهم كين هوا كينين حتى في الخارج وأنا شوفنا تبورة عندهم وما يخصهم ولا شيء وبعضهم يدي ربعين وخمسين ألف دولار في الشهر بعض منهم يدي ما يقارب مليار في الشهر مليار بالسنتيم الجزائري في الشهر ومع ذلك راحوا يتذللون عن تبون لأنهم مرتزقة لأنهم مرتزقة لأنهم يركعون للحاكم لأنهم مع صاحب القوة وليس مع صاحب الحق حتى وإن تموضعوا يوما ما أو لبسوا لباس حراكي وهم كاذبون شفناهم لكن كين في الجزائري اللي ميل قشقوت يوم ولن يتراجع على دولة دولة القانون وأنني يتراجع على حرية شعب جزائري تعرفوه منتم كنتوا تعتقلوا ناس ما عندهم مش باش يركي في الكار باش يرجع للمدينة اللي جا منها كنتوا تعتقلوهم واتلقوش عندهم قيمة صندويج كنتوا تعتقلوهم وشايفين باللي لبستهم اللي لابسينها قديمة ما تتبعش حتى بعشر الاف بسح ما كنتوش قادرين تشروهم وذار كاركم ساجنين ناس وعرضتوا عليهم باش يقولوا يخرج يدير يدير تصريحات ويسب فلان وفلان 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 وهم معدامين وهم عندكم وكان يتعرضوا للتعذيب وقالوا لكم لا نفضلوا الموت على الخيانة احنا ما طلبناش المحال طلبنا نهضة البلاد طلبنا حرية شعب طلبنا كرامة الجزائر والجزائريين ما طلبناش الحال ما كنت تشوفوا ورا الجزائر اليوم ما كنت تشوفوا في آلاف جزائرين في السجون في أوروبا وفي غير أوروبا ما كنت تشوفوا في آلاف جزائريين تائهين وبعضهم لا يجد إلا أن يسرق ويبيع المخدرات باش يأكل ما كنت تشوفوا في الخارج ناهيك على الداخل ما كنت شوف في الملايين الجزائريين اللي يعيشوا مرارة ليس لا حدود ملايين اللي مش لقين عمل ومش لقين خبز ومش لقين سكن ومش لقين ملايين ما كنت شوف فيهم وين رايحين أصحاب الكرامة الكرامة حقيقية وعندهم مبادئ حقيقية والله لو جبتوا لهم من الأرض ذهبا ودولارات ويروأت ودينارات ما تغيروا أما المنافقين فإنكم تشتروهم بأي شيء واحد دبروا له سكنة واحد دبروا له باسبور واحد فقط يتلاقيه تبور يسلم عليه يعتبر باللي كأنه نزلت عليه الملائكة أو فتحت له ليلة القدر واحد يحتاج برك أنه يسفروا له من بعيد واحد يحتاج برك يخلصوله ولا يعطوه قرعة ديفان هذا ما كان كاي الناس هكذا خاص جدا ما تحتاجوش تعبوا معهم رواحكم أما الأحرار والله ما تفعلوا شيء ما تغيروا شيء نقولها لكم لن يقبل أي حر هذه المساومات لأنكم تنظروا على أساس أنها قضايا خاصة ويحتاجوا قضايا خاصة بيننا وبينكم الجزائر تتركون الجزائر لشعبها ما نقول لكم اشتتركوه هنا لينا احنا قلنا لكم أنا فيما يتعلق بي وحتى بعض خوتي في حركة رشاد قالوا لكم مناش معنيين لا بالسلطة ولا بالحكم ولا بالتنافسكم لا كنتم ولا غيركم لا أنتم ولا بعض اللي رحموا في الحراكة وبعض الجزائرين آخرين مناش في أصلا ما ندخلوش معاكم لا في أي منافسة بيننا وبينكم حرية الجزائر والجزائرين استقلال الجزائر والجزائرين كرامة الجزائر والجزائرين هؤلوا اللي بيننا وبينكم والله لو بقيت وحدي في هذه الأرض أنا شخصيا لن أتراجع أبدا وأنا أعرف أنا ليس الوحيد بل أنني واحد قطرة في بحر من الأحرار اللي لن يتراجع أبدا لن يتراجع أبدا لأنهم يحملون مبادئ وبقيم تساوي كل أملاك الدنيا وأموال الدنيا وشهوات الدنيا وما في بالكم أنتم أنتم ما زالت فكروا بالمفهوم الشهواني أروا إحنا نعطوك دار رح نعطوك أرض رح نعطوك منصب رح نعطوك وزير رح نعطوك من إش عارف من للأسف لم تفهموا طبيعة من تصارعون ومن يصارعكم سلميا وسنستمر بإذن الله هذا لا يعني أننا لسنا دعاة سلام هذا لا يعني أننا لسنا دعاة لم الشمل هذا لا يعني أننا لسنا لا نريد حل البلاد بل بالعكس بل بالعكس أملنا عملنا أهدافنا هو أن نصل لحل البلاد نصل هذا الخنقة اللي رأي عايشتها عايشها الشعب الجزائري وعايشينها الناس تنفرج وهو ممكن أن تنفرج إذا كان الجماعة اللي رأي متحكمة اليوم في البلاد فهمت أولا أن الشعب الجزائري لن يتراجع حتى وأن سكت قليلا وهو تراجع قليلا لن يتراجع الفكرة الرئيسية دولة مدنية ليس عسكرية دولة القانون أمر ثاني الأوضاع الدولية تغيرات هذه اعتمادكم تم على بوتين اللي هو كان أكبر داعميكم من أكبر والدعم الأكبر لكم هي فرنسا حتى لما تبان بالليبناتكم خصوا ما هنا خصوا ما له زعفتوا عليكم ما زعفوا عليكم ما هنا زعفتوا له الأصل أن فرنسا هي الدعم الأول لكم ثم الروس فرنسا رأي في حيس بايس كما يقال بالعربي يعني هذا العدوان الروسي على أوكرانيا يجعل أوروبا كلها في اللعب بالعالم كله قد يكون في اللعب انتم الآن ما تخدروش تجيبوا قفعة تغيار من روسيا 85% مسلاحنا من روسيا 85% طايرة اللي كانت باش تروح من الجزائر قبل ثلث أيام طايرة هذه الأسبوعية إلى موسكو قال لكم رجو رجو ما عندكم شوني تروحوا الأجواء مغلقة يعني الآن ستنقطع العلاقات مع الروس ولا لازم تكون تمروا على ما نشعارف قطر والصين وما نشعارف تديروا لتور ديمون باش توصلوا لموسكو هذا إذا ما جاش بلدان واحدة أخرى مجاورة لها أسيوين وقطعوا لكم الأجواء لأن الغرب هذا روي شوب باللي هذا المعركة مع بوتين يلخسرها انتهى الغرب ليربح هذا المعركة ينهي الآخر طبعا كل المعطيات تقول أن بوتين هو الذي سينتهي لأن قد تحدث مفاجآت قد تحدث أشياء قد يحدث حتى حرب نووية ولو جزئية قد يحدث كل شيء كل الاحتمالات اليوم ممكنة وفي كافة الأحوال كيف ما انتهت هذه القضية سيزداد العالم توحشا وستسقط أنظمة حكم أو في مصر بذلك الغضب يتعاظم على الخبز لأن الأسعار لأن مصر أيضا مثل الجزائر مصر هي أول مستورد للقمح في العالم وتأتي بعدها الجزائر وأضاحهم ستعود في مصر أيضا برغم كل ما فعل السيسي أكثر من ستين ألف معتقل وقتل الآلاف وشرد مئات الآلاف ولكن ستعود الدورة الدورة هي عملية الدورة كيف ما انتهت هذه القضية وضعكم سيكون سيئ ويزداد سوء وما نظنونش لارتفاع أسعار البترول والغاز لهم مش حين تستفيدون منها كثير انتم معارفين هذا الغاز لأن الكونترا راهي على المدى البعيد وبالتالي الأسعار الخيسة دايرين عقود قديمة ما تقدرش تغيروها حتى تعود تجديدها بعد سنوات أما البترول فإن الإنتاج ضعيف أصلا وما راكمش واصلين أصلا للكوطة وثانيا اللي تزيد في أسعار البترول تروح في أسعار القمح وفي أسعار المواد تدخل في صناعة الزيت والذرة والمايس والشعير وأسعار أخرى ترتفع نهيك على الأسعار العامة في العالم أجمع سترتفع السيارة ترتفع والجزائر تستورد كل شيء كل شيء سترتفع أسعاره كل شيء تقديرات أن هناك تضخم عالمي قد يصل في المعدل إلى 7-8% بدل ما كان في المعدل يدور في 2-3% معدل عالمي كنقوله هذا الارتفاع هذا ضخم في الجزائر راح تكون الأمور زي 30-40% أقل شيء خاصة مع الطريقة الإجرامية اللي يكون ديرينها بإنهيار دينار زاد نهار دينار اليوم ومش فقط زاد نهار ديرين سياسة أنه مع نهاية هذا العام يوصل الدولار إلى 150 دينار ومع نهاية العام الجاي يوصل إلى 156 دينار هذا في سعر رسمي بمعنى أنه في سعر السوق سيرتفع أيضا من اللي جاتبون الخفاض في العملة يدور في 23-24% وكل يوم ديناره يخفض أكثر مما يعني أن في النهاية الناس تدفع أسعار أكثر تدفع أموال أكثر قيمة الاتفاع في الأسعار لأن الدينار ينهار فما بالك أن الأسعار تزداد عالميا أصلا أنصحكم العالم يزداد توحش الصراع العالمي في أقصى حدوده داعمكم واحد من الداعمين الرئيسين لكم الروس في وضع حرج الاتصالات معها أصلا تكون مقطوعة ما تخدرش جيبه حتى قطع الغيار للطيارات ما تخدرش تحب تبعثه حتى الضباط اللي رحوا يتدربوا وقد تدوم الأمور لأشهر إذا ما أنهوش بوتين قد تدوم لسنوات مدام بوتين حي خلاص انتهت القضية لأنه بينه وبين الغرب وقعت قطيعة كبرى أعتبروه بأنه قام بخيانة لهم وكان أعطاهم وعود بأن لا يقوم بالغزو وهذه القوى الغربية كما تعرفوا مش بسيطة يعني هذه قوى استعمارية إمبريالية عالمية طاغية ظالمة ولن تتراجع لأنه عارفين أن تتراجعهم معناها الصين تاكلهم أيضا ولديهم القدرة على الضغط وبشدة مش لعب سيألمون لكن الروس سيألمون أكثر فأنتم الأحسن لكم أن تتفهموا مع شعبكم تتفهموا مع شعبكم هذا هو المخرج روما يحكيوا معكم لا الروس لا الفرنسيس لا المريكا لا الإنجليز لا الألمان لا الترك لا غيره عندما تصل ساعتكم بل بالعكس تخلصوا منكم ويقولوا لك خلنا منه هذا نظام مغلق كوريا الشمالية في شمال إفريقيا بالرغم أن مستفيدين منكم مستفيدين لأن تم تعفتوا الجزائر الأقصى الحدود أنصحكم قبل فوضة الأوان في 2013 عندي فيديو ننصح فيه الجماعة اللي كانت حاكمة أنا ذاك السعيد بوتفليقة وعب العزيز ويحيا وتوفيق وكذا نقول لهم استمعوا رهي جاية الأمور رهي جاية استمعوا من الأفضل لك وأن تستمعوا ما سمعوش خرم في السجون أو دخلوا للسجون تعرضوا التعذيب كما توفيق وبعضهم حتى راتخلوا القبور استمعوا استمعوا رهي جاية حاجة يسموها حركة التاريخ في المنطق البشري وهي يسموها عندنا نحن المسلمين سونن الله الكونية هذا الشعب مش رح يتراجع تخوفوا حين تقلوا منه تسجنوا تخوفوا تضغطوا هذا قام ممكن تجوعوا تفقروا هذا قام ممكن لكن في النهاية سينطفل لكن الخوف أن قد تكون انتفاضة عارمة شاملة ثورية قد تكون حتى عنيفة ونحن لا نريد ذلك يعني نعرف أن العنف مشكلة دائما تبهوا بدل من هذه الحالة اللي عيشتها البلاد والبراجات والإغلاق والرشاوي والغرامات والأسعار المرتفعة والمدن اللي هي أصبحت الزبالة ومنشحة خلوا البلاد رفعوا البراجات وفتحوا تجارة خلونا استخدم خلونا استنتج نقصوا الظرائب نقصوا المشاكل نقصوا التدخل الإداري أفتحوا المجال في الفلاحة وفي الصناعة وفي التكنولوجيا وفي التجارة ملايين سيشتغلون البلاد عشر مساحة في العالم البلاد فيها هائل الإمكانيات انتع التطور بس حركم عايشين في عالم آخر حركم عايشين في الدنايل في الإنكار هاي نصحتنا إليكم وتم أدبر رأسكم لكن دايما ديروا في بالكم إذا لم تستمعوا للعقلاء سيأتوكم يوما ما غير العقلاء ومبعد يروحوا وحلوها بسنكم عودة للشأن العالمي وعودة للحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها ومشاكلها وبعض المخاطر الجديدة فيها إذا سمحتوا لي ننظر فيها الآن بعد أن مررنا أكثر من نص الوقت على الملف الذي يشغلنا ويشغلنا دائماً وهو حرية شعبنا وحرية بلادنا من بين التطورات اللي اليوم تحدثوا عنها رح نذكر لكم بعض النقاط فقط مش كل التطورات لأن الوقت ما يكفيناش ولكن بعض النقاط اللي عندي فيها تعليقات يعني على السريع قالوا أنه من بين أشياء قالوا أن أكثر من مليون وخمسمائة ألف عبروا من أوكرانيا إلى دول جوار خاصة إلى بولندا في هذا العشر أيام اللي فاتت أنا شخصياً أتوقع أن مع نهاية الشهر سنسمع أن الذين عبروهم في حدود خمسة ملايين وقد يكون أكثر خمسة ملايين خاصة إذا لم تسيطر روسيا على كل الحدود الأوكرانية طبعاً لما يسيطروا على أوكرانيا قد يمنعون الناس من اللجوء ومن الخروج يعني يمنعون الأوكرانيا لأنهم هم اللي يشدوا الحدود واحتمال سيطرة روسيا على أوكرانيا احتمال كبير جداً بضاعة الحال لكن هذا لا يعني أن انتصارها في الحرب لأن السيطرة على البلاد لا يعني حتماً الانتصار فقد سيطرت الاتحاد السوفيتي على أفغانستان تسع سنوات تسع سنوات من تسع وسبعين للثمانية وثمانين في النهاية سقط في الثمانية موش خرج بارك من أفغانستان بعدها ثلاث سنوات سقط قال الاتحاد السوفيتي نهار هو طاح وكذلك بالنسبة لأمريكا سيطرت على الفيتنام وكان عندها الفيتنام الجنوب يتابع لها تماماً والفيتنام الشمالي تقصفه بلا حدود وقاتلت منه 2 مليون الأمريكان قتلوا 2 مليون فيتنامي ستينات وبدأت السبعينات حتى الخمسة وسبعين في النهاية انهزمت أمريكا أمام الفيتنام وتوحدت الفيتنام وركعت أمريكا وخرجت وخسرت عشرات الألاف من الجنود وخسرت أموال ضخمة ومات انتحر آلاف من الجنود وعاشوا حياة بائسة من أمراض نفسية وعقلية وجروح إلى آخرين كذلك بالنسبة الروس في أفغانستان حتى مؤخراً العراق في أفغانستان دفع الأمريكيون والغربيون عموماً آلاف القتلى من العسكريين وعشرات الآلاف من الجرحة وانتحر الآلاف من رعب الحروب التي عاشوها وخسرت حسب ما يقول مصادر الأمريكية تقول أن أمريكا خسرت سبعة آلاف مليار دولار سبعة آلاف مليار دولار سبعة تريليون في حربي العراق وأفغانستان وفي النهاية خرجوا هاربين من أفغانستان بعد عشرين سنة حرب وكانوا ظنب لسيطر وحطوا حكومة عملاء إلى آخرهم شارك فيها ثلاثين دولة وفي النهاية هذوك اللي جاي من قبل التاريخ خرجهم وصيدر على أفغانستان من جديد شعوب لا تقهر شعوب التي لا تقاوم لا تقهر سواء كنت معها الشعب أو ما تكونش معها تكون معها الشعب أو مع الاستعمار أو هذا تفكرك أنت في النهاية الشعوب التي تقاوم لا تقهر ولو قهرت وقت ستنتصر فيما بعد شعوب جزائري قهر 130 سنة لكنه انتصر في النهاية انتصر ما يكونوا ينتصروا كانوا عندهم غير المكاحل تعصيد وكوابس صغار وقليل بعض الرشاشات من حرب العالمية الثانية وأغلبية المجاهدين ما كانش عندهم حتى كانوا يخير لي كان عنده سكين مرات هؤلاء انتصروا على أكبر واحدة من أكبر الإمبراطفيات العسكرية الشعوب لا تقهر بشرط أن تقاوم سواء من الاستبداد أو من رب الاستبداد اللي هو الاستعمار لأن في الغالب الاستبداد يلقى دعمه وامتداده عند المستعمرين نحن اليوم العصابة تدعم فيها القوى الكبرى حتى القوى الصغرى حتى دولة المسخ هذه تعالى الإمارات هذا واش تدعموا فيها باش ينهبوا البلاد وحطين عملاء في حكم البلاد إذن أكثر مليون ونص من الهاربين من هؤل الحرب بدأوا وبدأت تتحل مشكلة هذيك اللي كانوا شفنا الأوكرانيين وعنصريتهم عندما كانوا يمنعون غير الأوكران ولا غير الأوروبيين من الهروب إلى بولندا وما كانوا يجعلهم يمروا وشفناها وقعت للجزائريين والمغاربة والمصاروة والأفغان والعراقيين والهونود والصينيين بعض الضغوطات وبعض ما صحيح يعني وبعض الضغوطات تعشاء الناس في كثير من الأماكن الآن يبدو أنها خفت هذه القضية وبدأوا يسمحوا للناس لمن يريد أن يخرج يخرج لكن فيه مشاكل كبيرة ما بين الروس في اتهامات متبادلة بين الأوكران والروس من أن كلاهما يمنع المدنيين من خروج بعض المدن خاصة من ماريو بول هذه ماريو بول قالوا الروس قالوا بأن الأوكران يمنعون المواطنين من الخروج باش يبقوا باش يموت المدنيين وباش يتهم بها الروس هذا ما يقوله الروس لكن الأوكران يقولون العكس تماما طبيعة الحال دائما في هذه الحروب تكون الروايات متناقضة تماما لكن مؤكد أيضا أن فلاديمير بوتين قال لنظير الفرنسي اليوم بأنه لن يتراجع وبأنه سيستمر في العملية سواء سينتصر بالديبلوماسية أو بالعسكرية طبعا الديبلوماسية انتهت لكن العسكرية هي اللي رهي دائرة الأوضاع وقالوا بعض المراقبين قالوا من أن الرئيس الفرنسي تأكد من أن بوتين مصمم تماما رغم العقوبات الشديدة التي تفرض عليه وهي تتزايد فقد مرة أخرى زادت طالب الأوروبيين وخرجت اليوم أخبار وكانت اليوم القنوات الغربية في الأساس يوم الأحد هما يجبوا بعض السياسيين الكبار بعض المخورات الكبار ويديروا معاهم دائما حوارات وتشدد كبير جدا في الغرب في اتجاه بوتين ويعتبروا أن بقاءه هو خطر بالنسبة لهم خطر على العالم طبعا هي هذه كلمة العالم فيها مبالغات لكن بالتأكيد خطر على الغرب أكيد ومزيد من العقوبات فمثلا من بين أيضا تطورات أوكرانيا قالت من أن أكثر من 20 ألف من المقاتل الأجانب دخلوا أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغازو الروسي أغلب هؤلاء حسب الأوكران هم أوروبيين أغلبهم هم أوروبيون والعجيب فيهم أن كثير منهم اليمين المتطرف اللي كان قبل أسبوع أو عشرة أيام كانوا يقدسون بوتين في انقسام شديد داخل اليمين المتطرف اليوم نحن نزيد نتكلم عليه ونشوف علاش بوتين كيف يشتغل على اليمين المتطرف وطبع اليمين المتطرف أعداءهم المهاجرين هم الأجانب وخاصة المسلمين وكيف استغل بوتين في الغرب مش استغل تعاون هو اليمين المتطرف اليمين المتطرف ما كانش يحتاج أن يقولوا للناس وشي يقول هو أصلا ليكره الآخر اليمين المتطرف يكره الآخر أما إذا كان هذا الآخر هو مسلم فهو مش يكره يعتبره شيطان والمسلمين اللي عايشين في الغرب يعرفون كوارث اليمين المتطرف كم من أجنبي مسلم أو غير مسلم قتل على أيديهم لازلت أتذكر تلك المرأة المصرية قبل سنوات اللي أتدع لها واحد من اليمين المتطرف الألماني ولكنها هي وأصرتها رحوا اشتكوا به بعد أن ضربها وبهدلها كانت لابس الحجاب وطعنها إلى آخره لكن رحوا اشتكوا به وفي المحكمة وشي الصرع كانت المحكمة تتم وكان القاضي بالفعل وجهه له في أسلاحة حارجة وكان رح يحكم عليه اللي بد سكين واقترب من المرأة يعني غفل البوليس واقتل تلك المرأة كانت أحدثت ضجة كبيرة حقيقة يعني يومها اقتلها وفي داخل محكمة اللي كان يحاكم فيها بالاعتداء والتعنيف ولا اقتل داخل المحكمة يمين المتطرف شر مطلق نحن نعرفون هنا ناس يعايشين في الغرب يعرفوهم هؤلاء بريطانيا أقل شوية لكن حتى فيها هي اليمين المتطرف لكن طبعا في فرنسا في ألمانيا في النمسا في بولندا في هنغاريا في سيرتوب بلدان الشرق هذيك اللي كانت قبل سنوات فقط كانت تعتبر نفسها شيعية ويسارية إلى آخره رح نتكلم عن الموضوع هذا مرة أخرى كيف كيف استعملوا بعضهم اليمين المتطرف استعمل بوتين وبوتين استعمل المتطرف لكن الآن وقع انقسام شديد بيناتهم وكثير من هؤلاء اللي ذهبوا للحرب لكي يحاربوا الروس كانوا قبل عشر أيام فقط أو 15 يوم كانوا يقدسون بوتين مش كلهم لكن بعض منهم كانوا اليمين المتطرف قال بأنه وصلوا أكثر من عشرين ألف وقال بأن الآلاف رهي جاية يعني الآلاف قال من كل بلدان العالم لكن الأغلبية هما أوروبيين وأمريكيين طبعا ما يسمى بالوزير الخارجي الإسرائيلي إسرائيل تقوم بما يتسميه الوساطة ليس هي فقط حتى أردوغان تصل ببوتين الإسرائيليين تصلوا بالأمريكان تصلوا بالأوكران تصلوا بالروس وأردوغان أيضا تواصل مع بوتين وقال له أطلب منك أن توقف الحرب حتى يبدأ نوع من المصالحة ونوع من العمل على وقف الحرب فرد الروس قالوا بأنهم يتقبلون كل اتصالات الأخرى والتي تسعى إلى أن تكون حل دبلوماسي لكنهم لن يقفوا الحرب إلا تحت الشروط الروسية ما هي الشروط الروسية؟ طبعا الشروط الروسية قاعدة تتغير لكن إجمالا يريدون تحييد أوكرانيا نهائيا نزع سلاحة تماما بحيث أن تكون بلد مثل فنلندا في الحيات فنلندا طبعا مسلحة هي وسويد مسلحة النمسا هذو كلهم محايدين لكن مسلحين هذون عندهم سلاح لكن الروس يريدون مش فقط تحييد أوكرانيا ولكن أيضا نزع سلاحة ويريدون أن تعطى حقوق أكبر والاعتراف بالجمهوريات اللي اعترفها بها الروس والاعتراف بضم القرم لروسيا وشروط أخرى وضحها بوتين ومرة مرة يزيد شوية في الشروط طبعا النسبة للغربيين يشوفوا بليرهو يذهب في التجاه خاطئ تماما وهو كلما رفع من زادة من قضية الشروط كلما بعض القوى التي تريد أن تنهيها في الغرب يفرحوا لأنه يقول لك راهو يتطرف أكثر مما يجب تطرف دائما خطر على أصحابه راديكالية تختلف على التطرف الأكستريميزم خطر هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون أي هلك المتطرفون هذا حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم تطرف خطر على دائما على أهله قبل ما يكون على خصمه أوكرانيا تطلب رسميا تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في البنك والصندوق الدولي طبعا العقوبات رح يمزال جاية الأسبوع هذا رح نزيد وتشوفوا عقوبات أخرى حول روسيا وبيلاروسيا والدفاع الروسية تحذر بشكل مسبق تقول من يسكن بقرب أي مكان عسكري فليغادر لأننا سنقصف كل المنشآت العسكرية الأوكرانية وبالفعل أخرجوا بيال قالوا أنهم قصفوا فيه أكثر من 2220 موقع عسكري بما فيها مطارات عسكرية أسقطوها تماما هدموها تماما طبعا من بين السخريات هذه الحرب هي أنها السلاح السوفياتي يقاتل بعضه بعض يعني الآن تسرى مرات رحي تسرى في الأجواء الأوكرانية مشادات أو حرب جوية ما بين سخوي وسخوي لأن الجيش الأوكراني يعتمد أساسا على السلاح اللي ورثه الانتحات السوفياتي وهو أساسا يعني فيما بعد دخلوا بعض الأسلحة الغربية وبدوا يغيروا شوية ودخلوا كتائب داروا لها تدريبات على الشكل الغربي الحلف الأطلسي درب لهم كثير من الكتائب لكن الجوز الأكبر من الجيش الأوكراني هو الجيش السوفياتي والجيش الروسي بطبيعة الحال الجيش السوفياتي فتجد الطائرات الميك تدار مع طائرات الميك والسخوي مع السخوي وهذه تكاد لا تحدث في العالم أنه نفس أنواع السلاح تتقاتل لأنهم هما اللي ورثوا الاتحات السوفياتي في اثنين والدبابات الروسية تقاتل مع دبابات أوكرانية وكلها أيضا من زمن الاتحات السوفياتي إلى آخره فهذه أيضا من بين خصائص وقل أن تحدث في العالم في الغالب الجيش التي تتحارب هي جيش عندها أسلحة مختلفة الحرب العالمية الثانية مثلا كان السلاح الروسي مختلف على الألماني الفرنسي مختلف على الألماني البريطاني مختلف على الألماني ومختلف على الفرنسي ومختلف على الروسي في الغالب فهذا بين الخصائص أيضا من بين تطورات أمريكين عودوا مرة أخرى لأن فيه مطالب تتساعد خاصة بالضغط من طرف القيادة الأوكرانية بضرورة فرض منطقة الحضر الجوي فوق أوكرانيا الأمريكين قالوا نحن لن نستطيع أن نفرض حضر جوي هذه ليست العراق كما كانوا يفعلون في العراق أو فعلوا في البلدان مناطق أخرى لأن فرض الحضر الجوي يعني أن تكون طائرات الحلف الأطلسي فوق سماء أوكرانيا وهذا يعني احتكاك مباشر وتصادم مباشر مع الروس مما يعني الدخول في حرب مع الروس وقد تؤدي هذه الحرب إلى حرب عالمية ثالثة أو إلى حرب نووية فقالوا أنهم لن يذهبوا هذا ولكن الروس الأمريكان الآن يضغطوا بشدة على البولنديين باش يسلموا طائرات الميك خاصة وطائرات السخوي وباش يسلموها إلى الأوكران لأن طيارين الأوكران أساسا ما يقدرش يسوقوا طائرات الغربية ما عندهم ما عندهمش إمكانية أنهم يسوقوا طائرات الأف الأفساز ولا الأف ما عندهمش هما مدربين على الطائرات الروسية طبعا بولندا باعتبارها أيضا كانت في السابق في حلف ورسو وحليف للاتحاد السوفياتي ما زال الجزء الأكبر من جيشها يستعمل السلاح الروسي برغم أنها عضو في حلف الأطلسي رامي تخلاوهما رامي بعد على السلاح لكن ما زال عندهم طائرات ميغو طائرات سوخوي والأمريكان قالوا أنهم سيشترون تلك الطائرات من عند بولندا أو يدفعون لها مقابل أن تسلمهم للأوكران رد بوتين أو البارح وقال أننا قضينا على السلاح الجو الأوكراني وأنه إذا ظهر الطائرات جديدة فهذا يعني أن هذه الطائرات جات من دول أخرى من دول غربية دول الحلف الأطلسي وهذا يعني أننا لن نقبلوا قال بأنه لن يقبلوا قال بأن الطائرات هذه إذا جاتوا قاتلنا في أوكرانيا ثم راحت إلى بولندا أو إلى الماجر أو إلى لاتفيا مجاور فإننا نعتبر هذه المطارات قد تكون هدف وهنا كلم خطيع لأنه لو كان يضرب مطارات في بولندا أو في الماجر هؤلاء يعضوا الحلف الأطلسي الحلف الأطلسي أوتوماتيكيا ما هو راح ينتظر إنه يطبق ما يعرف بالمادة الخامسة أعتقد اللي هي في ميثاق الحلف الأطلسي وهو أي اعتداء على أي دولة في الحلف يؤدي يسمى الجميع من أجل واحد والواحد من أجل الجميع يتضرب واحد من الحلف الأطلسي الجميع يكونوا معه وهذه هي العقيدة اللي ينتعي الحلف الأطلسي أعتقد المادة الرابعة والمادة الخامسة من الميثاق الحلف الأطلسي طبعا إذن هذا الآن في تصاعد إذا كانت هذه الطائرات دخلت تربت في أوكرانيا ورجعت إلى بولندا واعتبر الروس ونفذوا تهديداتهم فنحن سندخل أو نكون على أبواب حرب تشمل الحلف الأطلسي والروس رئيسة المفوضية الأوروبية قالت أيضا العقوبات التي فرضناها القيادة والاقتصاد الروسي أحدثت تأثيرا كبيرا والواقع عني تأكيدا لهذا الكلام اللي قالت هذه مسؤولة المفوضية عندي هنا خبرين خبرين من من روسيا الخبرين ماذا يقولون أفوا الخبرين يقولون أن خبر يقول من أن كوتين أصدر قانون يسمح للروس بأن يدفعوا ديونهم للدول غير صديقة بالروبل حسب تقييم البنك المركزي طبعا البنك المركزي الروبل الآن سيساوي أقل من سنت واحد أمريكي يعني حوالي 120 روبل أو تقريبا سيساوي دولار وصل 120 21 روبل لدولار واحد لكن البنك المركزي الروسي ممكن ربما سعروا 30 أو 40 أو 50 روبل للدولار بمعنى أن إذا ألمانيا أنت شركة روسية وعندك شركة ألمانية كنت راح تفعولهم 10 مليون دولار مثلا ما تتفعولهم دولار تتفعولهم الروبل بالصح بالسعر الرسمي اللي هو بعيد جدا على السعر الحقيقي بمعنى الشركة الألمانية ستخسر كثيرا تخسر أكثر من نصف المال أو 3-4 المال لعند هذه الشركة هذه طريقة بوتين في الرد عن العقوبات لأنه قال فقط الدول غير الصديقة وقالوا أنهم سيصدرون قائمة بمن هي الدول غير الصديقة قرار آخر أيضا اللي بوتين كنت طلعت عليه في روسيا اليوم أنا طبعا ننتابع الآن أيضا المواقع الروسية باش نشوف الأمور من عدة جهات يعني ما نبقاوش فقط نشوفهم جهة الغربية قرار من عند بوتين يقول فيه بأن على كل كبار أغنياء روسيا أن يثبتوا من أين جاء مالهم وإلا سيتم لما يقدرش يثبت نينجات الأموال يعني من أين لك هذا سيتم سحب هذه الأموال منهم وقد حتى يحاكمون طبعا أن هناك مئات الألاف ربما ملايين الروس لنهبين أموال وفي أنت في حالة حرب إذا رحت باش نحلم الأموال فأنت ستخلق فوضى داخلية وبعدين الآخرين معنا رك تفجر في وضعك الداخلي من شعار أنينجات هذه الحكمة أو هل سينفذها أم هي كلام فقط للاستهلاك الداخلي لا نعرف لكن بالتأكيد ستكون خطيرة على روسيا وعلى اقتصاد الروسي أيضا من بين الأخبار أن الروس قالوا من أنهم أسقطوا هل نشوف الرقم أنت الروس أوكرانيا قالت من أن أسقطت أكثر من تسعين طائرة روسية الروس كانوا تحدثوا أيضا على تدمير سلاح الجو تماما والمعارك تحتدم حول أوديسا أوديسا مدينة استراتيجية على البحر الأسود هي مدينة أوكرانية وتحتدم أيضا على مشارف كيف والوضع إذن يزداد عسكري يزداد سوءا الروس أيضا قالوا من أنهم دمروا منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية S-300 بينما في بريطانيا قال رئيس الوزراء رئيس الوزراء هذا من بين المستفيدين من هذا الحرب أكبر مستفيد في الغرب من هذه الحرب هو رئيس وزارة هذه البلاد بوريس جونسون لأن بوريس جونسون كان في وضع بائس جدا بعد فضيحة الكورونا كان فضيحة الكورونا باختصار لمن لا يعرفها هنا وان وانا وانا كانوا اصدروا قوانين العامل فات والعامل قبل وكانوا يقولوا باللي ما يقدروش يعني خلاصتها في فترات معينة ما يقدروش يستمعوا ستة أشخاص مع بعض عامل إلى درجة اللي هما عندهم الكريسمس مقدس وانت اجتمع العائلات والأسر مرة يجتمعوهما غير في الكريسمس عائلة كبيرة مثلا عندهم ثلاثة أخوة الأم والأب الجد الجد ابناء الأخ ابناء الأخت يعني يقولوا عشرين خمسة وعشرين مرات 12 14 منعوهم حتى ان كثير كانوا يموتوا أباء أجداد ونس كبار ونس صغار حتى ميروخوش يشوفوهم انهم اللي يعد طبعا عند الكورونا أصلا ما يزوروهش لكن بوريس جونسون والفريق اللي معاه في داونينغ ستريت يشتغلوا معاه المستشارين والمساعدين وحتى السكرتيرات والسكرتير إلى آخره كانوا يدروا احتفالات 30 شخص 40 شخص 50 شخص بمعنى ان الحكومة أصدرت بان الشعب ما يقدرش يكون أكثر من 6 الأشخاص وهوما داروا أعداد أكثر من ذلك العدد قامت القيامة ولم تقعد طبعا نحن في بلادنا هذه الحاجات ما نحتمعنا والحاكم يقول واش يقول ويطبق عليه في قوانين اللي يحب هو يدير فهو فوق القانون لكن هنا لا دولة قانون قامت عليه القيامة ولم تقعد ولولا الحرب الأوكرانية لو كان رهطاح لأنه كثير من سقاط بعض الوزارات استقالوا بعض المستشارين استقالوا خرجوا كالي يسبوه اللي يقالوا له خدعتنا حتى مستشارين تاولي لم يكنوا مش مشاركين في هذه القضية فهو فرحان جدا لأن الحرب الأوكرانية طبيعة الحال لا يقدرون الآن يبدلوا رئيس الوزراء والخطر هناك خطر كبير خاصة أن الخصومة ما بين بريطانيا وروسيا خصومة كبيرة جدا منذ 15 سنة تقريبا منذ أن حدثت العملية الاغتيال الأولى للمعارضين الروس في بريطانيا بدأت الأمور تسوق بيناتهم وقبل سنوات حاول أن يقتال بحد المعارضين ونجا هذا المعارض طبعا يقتالوا بسلاح بسلاح الدمار الشامل يعني سموم نووية وبيولوجية فنجا قامت القيامة أيضا هنا وتمطر دبلوماسيين إلى آخر فبريطانيا من أكثر الدول وهذا حتى الموقف الشعب بريطاني لهم شعروا أن اغتيال معارضين على أرض بريطانية شعروا باللي هذا يضربنا في الناس اللي عندنا يعني الجيش دول محترمة لا تقبل أن تصرى اغتيالات حتى اللي يكرهوهم يعني كين بريطانيا هنا تكره معارضين المقيمين هنا تكرههم يعني يقول بريطانيا هنا معنى الجهاز مخابرات أو ما يحبهم أو يكرههم أو يعتبر باللي دارين له مشاكل مع دول أخرى لكن ما يستطعش القانون لا يسمح له وهو لا يريد أن تحدث اغتيالات على أرضه يعني ولذلك هذه الأنظمة البائسة بعد ما شافوا الموقف بين بريطانيا وروسيا حتى اللي كانت عندهم ربما أفكار بالقيام بعملية اغتيالات ربما تأخروا أو على الأقر من يراجعوا في حساباتهم يعني فجونسون وش يقول يقول سنزيد من العقوبات الاقتصادية يجب أن لا يستفيد أي بنك روسي من نظام سويفت يجب بتقديم مزيد من الدعم العسكري للحكومة الأوكرانية قال مع المعلم فتاح على حلول دبلوماسية إذا كانت تهدف إلى خط التصعيد وقال أكثر من ذلك من أنه يجب أن ندعم الدول المعرضة للخطر مثل مولدافيا مولدافيا ليست عضو في حلف الأطلسي وهي تقع على حدود أوكرانيا ومولدافيا هذه قد يدخل عليها الروس قد يدخل عليها الروس لأنها ما عندهاش حماية الحلف الأطلسي وجورجيا اللي كان أيضا كان بوتين تخلى عليهم نظن في 2008 لذاكرتي جيدة وانتزع منهم منطقتين أو ثلاث مناطق تابعة لجورجيا ولكن فيها أقليات روسية انتزعها منهم يسمو واحدة يسموها أوستيا الكبرى نظن يعني واحدة مناطق أو منطقتين أو ثلاثة نظن أبخازيا وأستيا هذه المناطق اللي كانت تزحم بوتين من جورجيا في حرب 2008 فبوريس جونسون يريد أن يقدم دعم لهذه الدولتين كما في حديث الآن على أن فنلندا فنلندا اللي هي دولة محايدة مش منزوعة السلاح عندها سلاح لكنها محايدة ما بين وهي تقع على الحدود قريبا الحدود الروسية الحدود الروسية تقع وكانت حدثت حرب شرسة أثناء الحرب العالمية الثانية وفنلندا الصغيرة استطعت أن تقاوم بشرسة كبيرة الجيش السوفياتي يومها وخسر السوفيات أعداد هائلة في تلك الحرب وبعدين توقفوا وإن كان فنلندا فقدت جزء من أراضيها لكن عموما لم تخسر الحرب تماما لكن من يومها قررون يكونوا محايدين معناها لا هم مع الحلف الأطلسي ولا مع الروس مع السوفيات يومها فالآن في حديث أن البرلمان الفنلندي قد يراجح هذا القرار وينظم الحلف الأطلسي السويد أيضا مش في الحلف الأطلسي الآن في حديث على أن السويد قد تدخل الحلف الأطلسي وهذه كلها إذا تحققت ستكون أثار عكسية لما كان يريده بوتين وهو يبعاد الحلف الأطلسي عليه تولدوا المخرى مجاورة له أو قريبة منه عضو الحلف الأطلسي الخبر اللي بالفعل فاجئني اليوم هو عندما قرأت في نيويورك تايمز بأن مسؤولين مسؤولون أمريكيون توجهوا لفنزويلا هنا رأوا فيه ترجمة له لفنزويلا لبحث ما إذا كان كاراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها مع روسيا تخيلوا يعني فنزويلا هذه راكم تشوفوا عندها من اللي كان هيغو جافاس إلى أن نطقة الاسم صريحة ومات يعني ومرجح أنه مات بسموم وكان كان دار فوضى الغرب وكان حاول يحرر فنزويلا من ضغط الشركات الميتناشنال وكان كان عنده مواقف ولكن أيضا تطر في بعض الأمور فانقسم الشعب الفنزويلي كانوا الفقراء والمساكين معاه والأغنية والأثرياء ضده وصرات مشاكل كبيرة وصروا انقلاب عليه ثم مات ثم جاء نايب انتاعو هو اللي رح حاكم الآن وصير فيها مشاكل كبيرة في نزويلا وصل فيها التضخم إلى تدي برويطة تع وراق باش تشري خبزة وهربوا منها خرجوا مئات الألاف إلى دول المجاورة ووضع بالرغم أن في نزويلا واحدة من أكبر البلدان المصدر البترول مع ذلك أفلست نتيجة العقوبات الغربية من جهة ولكن أيضا نتيجة التطرف في تسيير شؤون البلاد وقسم البلاد بين اللي مع الرئيس واللي ضد الرئيس الآن شفنا أن فينزويلا ما صوتتش مع بوتين كلهم يعتقدوا بأنها ستصوت مع بوتين ما صوتتش مع بوتين هذه كانت إشارة منها مثلها مثل كوبا وإيران كلهم أعطوا إشارات للغرب من أننا يمكن أن تراجعوا معنا العلاقات إذا رفعتوا علينا عقوبات إذا تخلنا في بعض المفاوضات إذا عطيتونا بعض الأشياء فممكن إذا كان هذا حدث مع بونزويلا شفنا 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 أن الغرب كانوا زعفوا كثير لما الإمارات أخذت موقف محايد في مجلس الأمن وضغطوا عليهم بشدة ومشاوا يعني بدون رقبتهم ومشاوا صوتوا مع اللائحة المدينة اللي كان ضد بوتين إذا كان هذا سراء مع حلفاء غرب أوخصوا مع الغرب نظام جزائري مرة أخرى الغرب يدعموا لأننا عارفين الغرب عارف أن تحر الجزائر وقيام جزائر شعب راح تخلاص له غالية لأن الجزائر الآن راح ينهب تع الغرب وتع الشرق تع الروس تع الصين تع الغرب الجميع ينهب إمارات تنهب كل ينهب الشركات التركية تنهب شركات الكورية تنهب الكل ينهب فذرك أنا متصور جدا أن الغرب يدخل في التواصل أيضا مع العصابة الحاكمة من البلاد ويقول لهم اسمعوا خلاص هذيك نتعد تشيروا السلاح من عند الروس ونتمحوا ليفاء الروس وهذا كل الكلام هذا لازم تفكروا فيه لازم تفكروا فيه لا استبعد هذا وهو لو كان يكونوا معهم شعبهم لماذا كنتم نقول لهم بللي الحل هو مع الشعب ما يخافوش الشعب معهم لكنهم ما يقولون هم هالحراك كما قال هلو ماكرون الحراك راهو تعبكم ورانا ممكن احنا نبدو ندينوكم وراكم ارتكبين جرائم وراكم ساجنين صحفيين وساجنين محامين وساجنين أبرية يبدو يجيبونهم الملف الحقوقي فالعصابة القروحة تنتقل من عمالة إلى عمالة أو تزيد العمالة للغرب اسمعوا لشعبكم خير من اللي يحطوكم تحت الضغط والابتزاز والشانتاج احسن لكم لمشا حين يطلقوكم هذ المرة هما نزم بالنسبة لهم يأدبوا بوتين اكثر من هذا مش فقط يأدبوه تخيلوا وش قال واحد من اشهر اه 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 انا وضعت الملف هذا واحد من اشهر البرلمانين الروس وش قال عفوا البرلمانين الامريكيين يقول هذا باكتزمو اسمو كثيرين منكم رح نعرفوه لانه كنا شفناه في كثير من القضايا لينزي لينزي جراهم لينزي جراهم مثلا شفناه في الانقلاب لما وقع مصر كان عنده تصريح ضد السيسي كان هو ماكين في الحقيقة ماكين هذا مات الان لكن ما غيرش اشياء كثيرة لكن هو معروف هو برلماني كونغرسماني يعني عضم الشيوخ ومن الحزب الجمهوري ويحظى باحترام كبير داخل الحزب الجمهوري وبقوة كبيرة جدا داخل الحزب الجمهوري وداخل كونغرس عموما فوش كان طلب هذا لينزي جراهم تخيلوا كان قال بلي يجب اذا كان يجب اختيال فلاديمير بوتين فليجب اختيال فلاديمير بوتين فليكون يعني الطالبة هذه جريمة في الحقيقة واحد يطالب بقتل واحد في اي قانون هي جريمة لكن طبعا هو سيناتور لينزي جراهم ماهوش مش بسيط طالبة باختيال بوتين بالمناسبة انا لا استبعد ان نهاية بوتين ستكون اختيال وستكون اختيال عن طريق الاوليغارك وعن طريق رؤوس الدولة الروسية لانهم لما يشوفوا تأثيرات انتع العقوبات وراهي بدأت تظهر بقوة انهيار الروبل انهيار الوراق المالية انهيار سوق الاسهم اشياء كثيرة رهي تنهار لو يقفونهم بيترول والغاز لان هذا ارتفع اتسارهم فعنها الوضع تعالي البلاد صعب يقول لي صعب جدا ويشوفوا بالنقمة الشعبية تتساعد خاصة اذا استمر القتل تعالي المدنيين الاكرام اللي شعب الروسي اعتبرهم اخوان فربما في لحظة معينة قد يخدمون على اغتيال بوتين طبعا مش هنقولوا اغتالوه في الغالب رح يقولوا انتحر او يقولوا من انه سلم الحكم لكن هم خايفين حتى من هذه لماذا لان الغرب سيطالبهم بتسليمه باعتباره انه ارتكب جرائم حرب ضد الانسانية وجرائم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية هذا التهمة ستوجه لبوتين من هنا على السابيع ما تقالهاش كثير يوجه له هذه التهمة تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تهمتين عندما توجه لزعيم دولي خلاص ينتهي العالم الخارجي ما يقدش تعمل معه بصعوبة فربما الستابليشمنت الروسية تصل في لحظة معينة من ان بوتين اصبح لايبليتي اصبح لم يعد اصبح اصبح ثقل اصبح مشكلة فارد بدل ما يكون حاجة مفيدة في ينزجوها وبوتين حكم بوتين يسترد على التحالف مع الأوليغارك من جهة ومع كبار قادة المخابرات والجيش من جهة اخرى اذا هذون اتفقوا او جزء منهم اتفقوا وشعروا بان مغامرة اوكرانيا كانت خطيئة كبرى فسيقومون بالإيطاح بوتين اما باغتياله والانقلاب عليه او بالقول من انه انتحر او بالابعاد حتى توقف الحرب وتعود الامور وترفع العقوبات الى اخرها طبعا هذا ماهوش الان لكن قد يكون في خلال اسابيع او اشهر على قصة تقدير يعني هذه مش امنية يعني نقولكم وش راه يطرح من بين السيناريوهات يعني يعني مش بالتمني يعني الموضوع هذا خاصة هذه القضية انا كشخص ضد العدوان سواء كان العدوان العراق الامريكي على العراق وافغانستان العدوان الامريكي البريطاني الغربي على العراق وعلى افغانستان كنت ضده واعلنتها صراحة وكنت نظهر في قنوات ونتكلم طبعا انا ذاك ما كانش كاينة وسائل التواصل الاجتماعي او درت فيديوهات او لما بدأ يظهر اليوتيوب بعد 2008 مثل ما كنت ضد العدوان الامريكي والغربي عموما على افغانستان وعلى العراق ومثل ما كنت ضد العدوان الاماراتي السعودي على اليمن ومثل ما انا دائما ضد عدوان اي جهة على جهة اخرى خاصة على الشعوب فانا ضد العدوان الروسي على الاوكرام هذه مبادئ بالنسبة لي قيم بغض النظر عن من هو المعتدي يعني لو كان جاء في عدوان امريكي على روسيا لو كان رقم يسوف فيه هنا نودين في الامريكيين والغربيين والحلف الاطلسي لانهم اعتدوا على روسيا ودخلوا عليها لماذا هذا مركزي وإلا يولي كل الدولة غنية قوية كل دولة الاخرى لانها ضعيفة او اضعف او هذا كمبدأ خاص لكن نزيد نتكلم ربما نزيد نتكلم على لماذا بعد خوتنا راهم غلطين في نظرتهم البوتين وهناك اسباب متعددة جدا في الحقيقة ونحن نشوف باللي رهي 80 دقيقة ماذا الوقت بسرعة اذا كانت هذه الدعوة طبعا احتجت عليها روسيا بشدة وقالوا بأن هذا امر اجرامي وهو كذلك ما في الشك غير مقبول مثير للغضب اضاف ان درجة رهاب روسيا والكرهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها هناك كراهية شديدة الآن في الغرب إلى الدرجة تخيل إلى الدرجة أن بعض الناس بدأوا يرمو في القصص الروسية لا نقرأ الكتاب الروس حتى جامعة ايطالية غلطت كان طبعا تجميد الأصول تعكبار الأوليغارك الأوليغارشية هذه ماشي بسرعة قوية خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة ايضا سويسرا دخلت على الخط بالرغم أن سويسرا محايدة يعني فيه احنا عشنا الإسلاموفوبيا والآن كان ربما ريسوفوبيا ممكن برهاب روسيا أو ريسوفوبيا اللي هي كراهية كل ما هو روسي وتنتشر بقوة راهية تنتشر هذا هو أنه اللي ساعد الدعاية في الغرب هو أنه بوتين يشوفوه يقتل في المدنيين ويدمر في مدن اليوم في البارح واليوم في صحافة بريطانية قالوا سكتنا على ما فعل في الشيشان وفي سوريا فها هو يكررها في عاصمة أوروبية آه صح النوم صح النوم في الحقيقة مش كل الغرب اسكت على الشيشان لكن كانوا نص نص يعني مش مشكلة كبيرة أخرج جروزني من الأرض قتل عشرات الآلاف من المدنيين الشيشان والشيشان كلهم وشعب صغير في ثلاث ملايين أما سوريا فقط الأعمى ما يشوفش وش دار بوتين من قتل في حلب حلب هذه ولا تشحيم والروس قتلوا مباشرة عشرات الآلاف بدون أدنى مبالغة وساهموا في قتل مئات الآلاف مش حالة مرات أنا حير كيفاش الناس يقدروا يشوفوا كل هذا الدماء اللي ارتكبها بوتين لكن هما بالنسبة لهم أعلى ضد الغرب خلوني نقول لكم كلمة على هذا الغرب فالحقيقة نعطيكم أربع أسباب يجب كان المفروض أن لا يكون واحد إنسان عنده قلب وعنده عقل أنه يعجبوش يدير بوتين ولا يعتبر بلي شيء جميل ولا أنا نعطيكم أربع أسباب أكوى في سوريا وفي جمهورية إسلامية أخرى داقستان رأي قصة طويلة بلا كاش نهار قاعد نروح نجيب لكم ما هي الجمهورية الإسلامية واشترا فيها إلى آخر هذا واحد ومنش نتكلم عن المسلمين فقط أنا نتكلم على أي مظلوم في هذه الجمهوريات لكن الظلم العظيم كان في سوريا وفي الشيشان لكن أيضا في جورجيا ارتكب جرائم في 2008 وجرائم كبيرة هذا إذن مقتل المدنيين وقهر شعوب وقهر أوطان بمن فيها نقطة ثانية لتخليك المفروض ما تتعاطفش مع بوتين بوتين كثير من خوتنا يعتقد أن بوتين هو وريث الاتحاد الصوفياتي الشيوع اليسار اللي كان ضد الغرب هذا ليس صحيح بوتين ليس يساري ليس وريث الشيوعية واليسار بوتين يميني متطرف مسيحي آرثوذوكسي متطرف علماني متطرف يجمع كل هذه الأشياء هو مرات يظهر بالشكل المتدين مرات يظهر بالشكل العلماني الملحد مرات يظهر بدعم لليمين المتطرف ما هو اليمين المتطرف اليمين المتطرف في أوروبا هما أعداء البشر كل ما هو غير أوروبي يكرهونه فإذا كان مسلما مش فقط يكرهونه يشيطنونه واليمين المتطرف في فرنسا أو في النمسا أو في هولندا وخوتنا اللي عايشين في الخرب يعرفوا هذا أو في إسبانيا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في السويد أو في أمريكا راه راه دار كوارث ضد كل ما هو غير أبيض خاصة إذا كان مسلم واللي خلى اليمين المتطرف يقدس بوتين هو ما فعله في الشيشان وفي سوريا قالوا أنه زعيم قوي قتل مئات الألاف من المسلمين هذا زعيم نحبه ونحترمه فهذا سبب ثاني إذا كنت إنسان مش فقط مسلم طبعا مسلم من حيث المبدأ المفروض لكن حتى لو انسيت أنك مسلم فقط كإنسان ما تكون شمعا لأنه اليمين المتطرف العنصري الإجرامي النقطة الثالثة اللي المفروض ما تخليك تكون مع بوتين بوتين داعم للطغم العسكرية والإمارات والأماراء والملوك الذين يحكمون المنطقة بالحديد والنار خاصة لبن سلمان خاصة لبن زايد للسيسي لجنرالات الجزائر حتى حفتر والعبث مع فاغنر واشترا في ليبيا سبب ثالث يخليك إذا كنت سوي وكنت تريد الحق وكنت تريد الخير أنك لا تدعم بوتين في هذه الحرب ولو بكلمة طبعا لا تدعم لا تدعم ولا تغير ولا شيء إذا رأيك في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في مصر ولا في سوريا ولا منيش عارف ورأك ورأك فقط تكتب زج حروب في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا تسب هنا ولا ليه بسأني أقول لك عاطفيا شخصيا عقليا ما لازمش تكون مع كبار المجرمين هذا لا يعني أن تكون مع لوطن مع النيتو كلاهما شر كلاهما طغيان كلاهما ظلم كلاهما إمبريالية واستعمار السبب الرابع السبب الرابع للمفروض أنك تبتعد حتى على كلمة واحدة تقولها فيه نهب الشعب الروسي مع الأوليغارك نهب هائل مئات الملايير من الدولارات نهبت من الشعب الروسي وهربت للغرب وهو الغرب الآن يضع عليها أيديها هؤلاء أغلبهم أصدقاء بوتين وكثيرين منهم يدير أيضا أموال لبوتين فإذا كنت مع الشعب الروسي بحق تكون ضد بوتين وإذا كنت مع المستضعفين ومع المهاجرين ومع الناس اللي عايشين في الدول الغربية تكون ضد بوتين لأنه يدعم اليمين المتطرف ضدهم وإذا كنت مع شعبك وتكره الطغات وتكره الأنظمة العسكرية أو الأنظمة الطغيانية فيجب أن لا تكون مع بوتين هذا لا يعني مرة أخرى أن تكون مع أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا لا تختار بين الكوليرا والطاعون كون مع الحق بعيدا عن الظالمين بعيدا عن المجرمين بعيدا عن الغزاة عن المستعمرين القضية ليس لازم نكون معها هذا ولا هذا لماذا لا هذا ولا هذا ثم إذا كنت تحب وطنك تحب بلادك فأعلم أنك إذا قابلت هذا نزيده خامس سبب خامس إذا قبلت بأن بوتين يدي أوكرانيا فغدوة ما تتضررش وما تنزعش إيجاجات أمريكا تدي الجزائر أو تدي المغرب أو تدي تونس لأن نفس المبدأ ودوا تكون عندنا علاقات في الجزائر مع الصين أمريكا لا يعيش باش حال يقول لهم خرجوا الصينيين والله نجي نفهم معكم كما در بوتين مع أوكرانيا ما نخرجوا الصينيين تعاونوا معهم تجي أمريكا تحتلك هل نقبل هذا خاصة أن أوكرانيا كانت دولة مستقلة وذات سيادة والجميع يعترف بحدودها بما فيهم بوتين أتمنى أن بعض الناس اللي نمغالطين يراجعوا نفسهم وأنا حاولت نقولها ومبسطها بأبسط لغة ممكنة ولا لقاء آخر إن شاء الله كنت حابة نروح أكثر لكننا نشوف فصة ساعة ونصف ما زيش تشدكم أكثر حيا الله الأحرار في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا